المعاكسات اللي على الهواء دي حاجة طبيعية انما مش طبيعي ان واحد زي حاطتك يبقى مهتم بيها عندك حاجة بس انا مش هنخبى عليك انتي مش اي حد فاهماني طبعا لا مش فاهمانك اصدق ايه عرفتي ان رحيم خرج من السجن صح؟ اه تقابلك؟ لا علاقتي برحيمة قطعت من ساعة ما تسجن اه وبعدها اتخططت لشريكو صح؟ واه حضرتك عايزة الحقيقة عايزة اقولك ان انا اصفك واي حد ممكن يكلمك واحد زي رحيم اللي عارف ان كنت مخطوبة لشريكو السابق ممكن يعمل اي رد فاعل يكون في خطر على حياتك عموما الديكتورة داليا دالكنت بتاعي لو حاجة حصلت زي كده بلغيني عمدتك حاضر عرفت هتعمل ايه بالزبط؟ ما بعليك يا سيد بيه اسأل على خميس الوينش وانت تعرف ايه وضعي وايه تمامي سهلت عليك طبعا وايه لو ما كنتش كلمتك وعدت معايا اوه يا رحيم يفلت منك يا خميس لو فلت منك هيخلص علينا كلنا واحد ورا التاني واقولهم انت يا خمس جمد قلبك يا كبير وحط ببطنك بطيخة سيفي رحيم ده بتاعي امان هدي فلوس الرجالة اه والله لو لو لحساب الرجالة يا سيد ما كنت خدتهم بالمك ما سير؟ رحيم ده اصله حبيبي يا سلام كنت مستاني اليوم ده من زمان عشان اوجب معاه وادوق من اللي هو دوقهولي واليوم هو جاه دول حساب الرجالة أما حساب أنا بقى هل ليه بكرة بعد عز رحيم؟ تكر على الله طريقك أخضر دول ما سيديه الله انت قاعدة سكتة ليه؟ وانت بتقول كل اللي اتفقنا عليه مش حوالك يعني واحد زي الوينش ده لما يتفق مع راجل لما يتفق مع ست عشان كده قاعدة سكتة اللي هو الحقيقة انت اتطلقت ليه؟ وهي الناس بتطلق ليه يا سايل؟ غريبة يعني انا قلت البودة الاخرية ده هيكمل معاك ويتطول فاستغربت هو الـ 12 او الـ 13 يا مينا وبطلت عدي يا حبيبي وبعدين ما تستغربش أصلي رجالة اليمين دول ما بقوش زي الأول بالنسبة لنا الا دا انت غيرت الدكور ست شهور عشان تعرفي بالك قدي ما جتيش يلا تع Western العالية الدنيا بتجري بسرعة قوي حكيلي بقى ايه اللي خلاك تقطعي كل ده؟ ولا قولك ليستني عشان انت قررت أديليك يا دكتورة؟ يلا بقى نسكل ما أنا قلتلك؟ لأ أنت قلتلي في الجامعة واللي بنقوله برة مختلف تماماً على اللي بتقل هنا أنا قابلت رحيم وهو ده النوضوع اللي عايزة أكلمك فيه كلمي في كل اللي أنت عايزة فاكرة لما رحيم تسجن إزاي الإعلام استلمني وطلع علي خطيبة أكبر مهرب في مصر أنت فاكرة حالتك أنت عاملة إزاي وقتها؟ طبعاً فاكرة ده السبب اللي خلاني نعرف بعض أصلاً أنا كنت بكره رحيم وقتها قلتلك كنت حسة أنه هو سبب في كل اللي حصل لي كنت بكره كمان عشان ما كانش جنبي في أكتر وقت أنا محتجاه فيه تأكدت من ده أول ما شفته تاني عرفك النفسي أقوله بحبك وحش تاني ما تسبنيش طبعاً ما قبتش كده ليه؟ عشان مش عايزة أحبه ليه؟ عشان أول ما تعرفت على رحيم كان مجرد رجل أعمال وعنده نفوز وصيد وكده بس بعد الثورة بقى بالنسبة لكل ناس بلطاجي وحرامي ففكرت كده بيني وبين نفسي إزاي أنا ممكن أتجوز راجل زي ده؟ كل ده فكرت فيه أول ما شفته؟ لا فكرت في كده أول ما عرفت أنه خرج وما فكرتش فيه قبل كده؟ أزبل واحد فيهم سايد فكر لما كان عامل حبيبي وصاحبي ولزيل في كل حتة أول ما دخلت أنت السجن اللي وشوش كلها قلبت كلهم انت احتراس سامي هو اللي أول قلبهم وورق الضد اللي كنت مزكوا عليهم معهولهم وأبض الفنادق والشركات بقت بتاعة أمينة وأماد رسمي أنا فكرت أن حد فيهم هو اللي سرق ورق التحولات بس لو حدك فيهم كان معاه سبعمية مليون دولار كان قاعد هنا وبعدين ما حدش فيهم يعرف حكايات الورقة ده أصلا وما حدش كمال يعرف حوار غسيل الفلوس ده لك أنت حد أصدك يا رحيم يا عم ما وصديش حاجة ما لك باية حساسة أول كده ليه؟ إزيك يا حلمي؟ أعمل إيه يا رحيم؟ تمام مين الولاية دي؟ أنا شاكلي شفتها قبل كده بس في بيتك مش فاكرة؟ مين؟ لسوعات يتكيلت يا راجل موزة تسيبك كواكب؟ أيو يا ناريس شوي وما لابقى هتعمل كده ليه؟ زمن بقى داسها عليها ده فرامها فاكر لما كنا هنتجنن عشان نكلمها وإنت لفيت من وراي وكتبت لها جواب وراميته في البلكونة فاكر يا ميات نفطت حتة نفضة لما بجزة راح يستكل أولا واحدة زي ما كناش واخدين منها إنها متجوزة إحنا ما كناش بنفكر في إي حاجة غال إن احنا نعمل اللي ب seguir وبس حاول الله طفاكر الود الود حمادها للمساحراق الي حطنا نهو السواريخ بالبطلوم من ورا الود من ساعتها ماشي مؤارب ك Angels احنا كنا مجانينا حلم يا خبار اسمينا اعلان سمينار دكتور جري عامل 100 الف يوف تلاتيه كم واحد حجز؟ لا العدد كبير لدرجة اننا ممكن نقرر نفس السمينار لمدة اسبوع يوميا حياتي امات في حاجة؟ ايه ده ايه ده مالكة خضطي كده ليه؟ وانا ماينفعش اعمل مفاجأة لخطيب تشي لا مش بتعودها اه ازايك يا لميا؟ الحمد لله يا مستر عمال هتعوذي مني حاجة؟ لا اعمل لي التفاعل علي اوكي اعن اذنكم حشتين مع ماذا احنا في المكتب؟ ده عز الطلب تبقى اوضاعات زيارتك المفاجأة دي اكيد في وراها حاجة حاجة؟ تتقولي حاجات مش حاجة حلو امين ايه رأيك نعمل فرحنا لأسبوع اللي جاي؟ الأسبوع اللي جاي؟ ليه السرعة دي؟ انا مش شايف اي مبرر يخلينا نأجل فرحنا ايه كتاب اللي كنت عاملها حاجتك الطبعة وطبعت بعدين كتابين كمان والدكتورات واخدتيها ايه بقى؟ اعمال ده انا ما بحبش كل حاجة بتعمل بسرعة كده لازم الحاجة تاخد وقتها اه وقتها ده يجي امتى؟ انت ناس اللي بيحصل ولا ايه؟ عملت ايه فاللي بيتصل بايا؟ انت مركزة قوي كده ريه في الموضوع ده واحد بيتصل ليعاكس وخلاص في نفس بقت خروج رحيم؟ قديني معاد ايه؟ معاد انا قلت له اسبوع اللي جاي اخترنت المعاد اللي عجيبك ومش هنقشك فيه بس نلتزم به عشان كل اللي بتقول لي ده كلام فاضل اللي بيعاكسك هيفضل يعاكسك سواء متجوزة او مش متجوزة وخروج رحيم من السجن او رجوع السجن تاني مش هيأثر في حاجة الجواز ده ام؟ استني ردك بقول لك ايه؟ انا هيخرج من جروب ده عشان مش نقص زف تواجع دماغ يعني هو يدخل ببارح وانت هتخرج النهار ده هيفهمش ان انت خرجت في سبابه مايتنايل يفهم اللي يفهمه يا دينا وبعدين ياريت كلكم تعملوا زي عشان يحل عن سامانة كلنا يا بني انت ليه مفترية كده؟ الوضع يتجنر حالكي وعلى فكرة مز جدا بقى مفكرتك ايه؟ قرف عيل ملزق هيا هنت عملي تخرجي من جروبها اخر كرام ايهو يا بنتي بابا جد رجل نفسي ريم ريم هاي ايه ازاي هاي انا زياد ابن اخت رحيم السيوف اه هاي زياد عامل ايه؟ كله تمام طهنت رحبكت لسه عندنا مبارح بجد اه والله انت معاني انا في الجامعة؟ اه بنتنا معاكوا هنا من زمان جد بس بصراحة ما كنتش باجها سلم وما كنتش بتجي تسلم ليه؟ يا خالص بيت جبدي القديمة ها يلا زي شكراك متأخر عندك ساكشن؟ يلا يلا عشان متأخرش باي باي هجلونة؟ بالحمد الله على السلامة عظمته وهو ده الشارع وهو ده شبورة تبتعمل يا عام رحيم ما تصغرناش يا عام واكتاب الله خشي بالتاكسي في الحطة دي وما خدشي منك ما ليه؟ قلبك قبل يا شبورة أوعى تعمل كده أمك محتجالك امسك طب وربنا ما نواخد الله السيدة مش عارفة عام رحيم ده بالنسبة لي ايه؟ ده عظمته ده ده هو اللي جاي بالتاكسي ده لأبوي الله ارحمه ده مام بكل يوم تدعيلك دعا وانا بديها رادي التاكسي كل يوم ده ملاحق مكتفي ده من خيره وده برضو من خيره خلاص يا رحيم بقى الراجل قطر خيره رجولة شبورة أم ستو طيبة قوي على فكرة اشلمني عليها قول لها أنا عاجة زورها قريب يوصل عظمته انا سنك بقى عشان لما اتخلص ارجعك لا 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 تكن انتوا على الله اجري على رزقك وانا لو احتاجتك هكلمني مش اللي تشوفه عظمته فاكر اخر مرة جينا فيها هنا طبعا فاكر عرنوب الحلو بس انت جزيت عليه جزة جندا قوي وميها ده كان ناقص يوقط يبوس رجلك عشان ما تكسلوش بضاعته لو كان موجود دلوقت ايه كان خلص لنا المصلحة دي ايه مردتش ديه؟ دي حنان فكت منها خلينا احنا بس في الحوار اللي احنا جايان له يلا 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 اسمع رحيم لسه داخل الشريع قدامي بحد الشيه جمع لغير لما تقفلوا على المنطقة يمين وشمال وتاخدوا الإشارة مني تمام احنا مداشا صباح الفول خالب ايه؟ ده يا رئيس مدف التحريات بتاع العيالة اللي زالت راحين اول ليلة هم خالب باشا يعني العيال ما بتسيبش البيت خالص يا راجل الشغل ما باحث غير الامن الوطني ركز شوية يا رئيس هو مكتوب ان التقرير نفسه يقول ان العالة تلقت نزلت شقة راحين وطلقت شقة في المعادي ومنزلوش من زاعتها مانا بفهم التقرير انت بتلخصه يعني العالة دي استغفلتكم ودحكت عليكم دخلت من مكان وخرجت من مكان تاني خالص ركز عشان خطري العالة دي مش سهلة ولازم معرفوا ما راحوا فين فاطر اهد معانيك انا فاطر اما باحث غير الامن الوطني ماشا باشا؟ ماشا بس فاطر ايا خميس ايه مفيش جديد؟ لو فيه جديد اقول لي اول باول يا عم انت بتهذر انا على عصابي ماشا يا بر رجالة ماشا طبعا انت ولا حاسس باي حاجة ولا حاسس بالنور المولعه في قلبي دي سلامة قلبك يا حبيبتي سيد انا مبهذرش انا عمري ما شفت من رحيم اي حاجة وحشة وانت كمان ما شفتش منه غير كل خير انا مش عارفة انا عملت فيه كده ليه مش عارفة مش عارفة ما مش خلصنا كلام في الموضوع ده يا بنت الناس صدقيني يا رحاب انا بعمل كده لمصلحته رحيم لازم يرجع السجن على فكرة بقى لو فضل برة كتير هيتقتل يا بنت اللي بيكره رحيم في الارض اكتر من شعر راسه وهو ضغط مكسور الجناح ده كده اقماله طب انت اللي مش عايز تفهمني انت عايز تدخله السجن ليه ما تفهمني لو ما انا قلتلك يا رحاب قلتلك هندخله السجن ليه انت قصدك هندخله ازاي صدقيني بقى اللي بيرتب هو اللي بينفذ انا معرفش حاجة مش قادرة مش قادرة ولا فهمة اي حاجة حاسة بشكة في قلبي يا سيد حاسة بشكة في قلبي ادعيله ادعيله يا رحاب ربنا بعيده عننا اه قصد يطمن عليه يطمن عليه حبيبي اخويا حبيبي حبيبي يا رحيم الكاميرا مظبوطة تمام؟ مش حاجة تغير الزاوية مكانها النور تمام؟ شكراً مظبوطة عندك البروجيكتر؟ منفضلك مش عايزة ايه لأخبطي ارجوك شكراً الكراسي بسرعة منفضلك شكراً شكراً عدد القنوات اللي احنا طلبينهم ناقص ما تقلقيش اكيد في السجن؟ لم يا كلمهم قناة قناة اقول لهم ان احنا دفعين لهم فلوس ومفروض يكونوا هنا من بدري دي مش خدمة احنا طالبينها منهم ده شغل حيلاً حيلاً في المهندس الصوت؟ ثانية واحدة ثانية واحدة صباح الخير امينة؟ مفجأة صح؟ بقولك يا عم الشبح هو مرافق في واحدة سكنة هنا اسمها بسمة اه قصدك البيت بسمة بنت المبسمة؟ اه فهمت هو انت عاوز تقدي يا بشا طب بص يا فخة من اجل ان انت دف بلدنا انت والباشا وتدف بلدنا سلطاء انا هعمل معاك فوق الصحة لو عاوز تقدي فوقك من المبسمة دي خالص ومعاك عليك اصطف وحاجة كده انما ايه تقول ليش؟ لا تخلص يا لو تقول البيت في ايه خلاص يا عم الشوح ما تزوق مش ويدة على نفسك كده طرح هارع قدام على البيت اللي على الشمال هتلاقي في وشك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو ده البيت يلا اه لا اه انا هستنى ان اصلنا مليش في الحوار ده هعمل كم مكالمة كده واستنعك طب مش هتأخر حبيبا السلامة ؟ نعم انا رحيم اخو هشام باسمت موجودا؟ ادفو على لي وعا الاشكال اللي ممتنتوا انتم مدبئينا ولا ايه؟ مفيش ورقه غيرنا دهية أخوتكو مجرش من ورقه للوكسة إلهي تتوكسو التكل على الله اللي خرملك وشك طب قلبك أبيض هم كيمتين وقامش على طول ماشي ايه دخلت روش البقين الماء مقطوعة مفيش حاجة تشيري بيت يا باس ما واحد عايزي انا كنت معدية من هنا بالصدفة ولما عرفت انك بتدي الكورس ده قلت طب والله فكرة حضاره أصلي بحب قوي حكاوي التنمية البشرية دي اللايف كاتشنك صح؟ تشرفي بس ابي احجز الاول معلامي عشان لو جيت تلاقي مكان وهو انا محتاجة حاجز برضو يا داليا ده انا قلت العشرة اللي ما بينها هتخليكي تقولي لي ياجي اي وقت من غير حاجز عشان لو جيت وما لقيتش مكان ما تزعليش بس تمام انتي عرفتي ان رحيم خرج؟ اه تقابلته؟ انتي مش جاية صدفة بقى ما انا حتى لو حلفتلك مش هتصدقيني لا يا حبيبتي ما تقوليش كده انا اكدت على كل القنوات يا دكتورة كلهم جايين اتطميني اوكي شكلك كده مشغولة قوي طيب يا حبيبتي اجيلك وقت تاني بس تبقي خليني اشوفك يا داريا لحسن انتي وحشاني اوي ده لوقتك يسمح طبع انتي قويسة؟ او او امور انتي بس ما؟ او طبعودي امتى اخر مرة شفتي فيها شام؟ وده اسمه ايه ده ان شاء الله ما كنتش يعني اعرف ان اخوه شام شغال في المباحث مباحث؟ لا لا هوي جما لما ترموا ادنك بينظفيها انا بطاريا نا ايه كلامك يا بيت دي بتاتي متلباشة اكتمي بقى اخر مرة شفتي فيها جوزك امتى؟ من كتير يعني ولو عايز تفتش البيت يا حبيبي فتش زي اللي قابلك هو في حد جي قابلي وسأل عليه؟ اله تتهرم اصرانهم منيجي اسبوع مين؟ شوفين تبقى لما حد يجي بيتك عايز يضربك هيبقى عندك وقت تتساير معه تسأله اسمك ايه؟ مينة هو انت بتشتغل ايه بالزبط؟ مو تلز في التلفزيون يعني خوك متجوز البيت قديل وسنة وزيادة ما شفناكش يعني ولما يغتص تقب زي القضل مستعجل وتجي تسأل عليه هو الشابح كان محفي فيه كنت في السجن رد سجون يعني يعني من الآخر كده ما تعرفوش عنه حاجة ولا عايز أعرف أخوك ده يا حبيبي ما أعملش حاجة في حياته غير لبسي المصايب ويخلع هو حتى أخيرا مصبت الواد ابنه ما هانتش عليه حتى يعملو شهادة ميلاد ابنه ماشي 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 سلامة يعني أنت ما كنتش تعرف أن أخوك مخلف؟ رحيم لما رحت طعامت الواد حتى شش رحيم قول على رحيم يا رحمن يا رحيم ماشي 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 ماش هان? ان البري- ان ان البري... بس! هم 데تت لينا! خلائك س buscar أنها حالة ! وصلت أمامك بش! ان البري في البري! أن البري يبrollingن لهستاذ! اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة